اهلا بكم ازيكو جماعة لو بتحب انك تخصص واجهة موبايلك باستمرار وحابب انك توصل الى الاحترافية او المثالية في الفيديو ده هيعجبك جدا لان انا هغير معاك واجهة سامسونج الى الاي او اس مع افضل اضافات والوجت فاستعد الاقوى تغييرها هتعمله على واجهة موبايلك بشكل احترافي اللي هيخلي موبايلك مميز عن الجميع بس قبل منبدأ في الفيديو لو دي اول مرة تشوفنا على القناة انا الشام لو بتحب النوع ده من الفيديوهات خليك مشارك في القناة امفع زر الجرس عشان نوصل له كل جديد ويلا بنا نبدأ اول حاجة هنعملها ان اغير لغة الجهاز الى اللغة الانجليزية وبعد كده رجحها للغة العربية من بعد ما هتعمل الخطوات هتنزل شريط الاشارات وتروح بعد كده على الضبط وبعد كده هتروح على الادارة العامة وبعد كده اللغة واللغة الانجليزية وبعد كده تطبيق الخطوة دي بتعملها بس الاول مرة علشان التطبيقات تشتغل معك بكل سلاسة وطبعا مش لازم تكون شوطر في الانجليزي اول حاجة هنعملها معاكم ان احنا هنسبت تطبيق سيم بار والتطبيق ده هو يعتبر اصدار عالي مش موجود في تطبيق الجود لوك كمان احلى حاجة في التطبيق ان هو بيشتغل بدون الجود لوك من بعد ما تسبته هتفتحه بالشكل ده وبعد كده هتروح هنا على الايكون في البار اللي تحت وطبعا انا عملت كذا ايكونة ولكن هقولك ازاي قدرت اعمل ايكونة الجلاس بدون ما استخدم اي تطبيق خارجي او اي ايكونات خارجية هتدوس هنا على create new وبعد كده بتختار شكل الايكونة بتاعتك اذا كانت دائرية او اذا كانت الشكل اللي جنبه او اللي جنبه او اي شكل انت يعني حابب انك تغير شكل الايكونات ولكن انا هستخدم هنا الشكل ده وبعد كده الايفكت وبعد كده بتختار النمط اللي انت عاوزه الخاص بالايكونات هتختار اي نمط انت عاوزه ولكن النمط المستخدم هو نمط الجلاس هندوس عليه بالشكل ده هنا بيخلي الايكونات زي الازاز زي ايكونات الايواز في الظبط ودي ميزة جديدة تمت اطفاتها في ولكن هي لسه ما نزيتش بشكل رسمي على طبعا هنا عندك الـ edge وعندك كمان الـ light وبعد كده الـ angle يعني الزاوية بتاعت الـ light زي ما انت شايفك انا كل ما اغير في الزاوية الـ light الجانبي هنا بتغير فانا هحط هنا الزاوية الى 35 او 34 هتعمل الزاوية دي بالشكل ده والجلاس بالشكل ده اهو وهنا الغلو وبعد كده عشان تحفظ الاعدادات دي بتدوس هنا على تطبيق بالشكل ده وتسميه اي اس وهيتسم على طول وبعد كده بترجع انا طبعا هطبق الـ V10 بالشكل ده وهطلع وزي ما انت شايف معلم الـ V10 هنا زبط الايكونات وبعد كده هتفتح معا الاستيديو وهتزبط اي خلفية انت عاوزها او على حسب زوقك طبعا في خليفات كتير ولكن الخلفية اللي بتناسب الايكونات الشفافة او الوجات الشفافة هي الخليفات الدرج بتكون اجمل بكتير فانا هاعين الخلفية دي ولكن مش هعمل تعين من خلال التطبيق ده انا هطلع كده واول حاجة اختار الدك بتاعي اللي بيكون من تحت اخصص الايكونات وهشير الايكونات العشوائية بالشكل ده وهتختار ايكوناتك اللي انت عاوزها ممكنك تحط نفس الايكونات اللي انا حطيتها ولكن انا هختار الايكونات اللي انا بستخدمها بشكل يومي وبعد كده هتروح على التطبيق الثاني وهتدوس عليه بالشكل ده وهترفع كده الخلفية وبعد كده هترفع تاني وهتعمل معي الخطوات دي. طبعا اه دي الخلفية يعني انا صراحة مش عجباني ومالاش اي لازمة. ومش بحبها عمאתا الخلفات اللي بتيجى مع التطبيق هتدوس هنا على وبعد كده بتدي له صلاحيات وبعد كده بتدي له الخلفية اللي انت عاوزها وبتدوس عليها وبعد كده بترجع وبتخليها وبتعينها كخلفية و واللوك سكرين بالشكل ده. وبعد كده ما تطلعش من التطبيق خليك عليه. وبعد كده بتنزل بتنزل تحت وبعد كده بتخليها هنا يعني بتخلي الخلفية ان هي سبتة. وبتنزل تحت تاني وبتروح معي على بتخليها هنا وبتدوس هنا على بتزبط على حسب الدك اللي انت منزله بالشكل ده. بالشكل ده اهو. وبتحاول تزبط لحد ما يبقى مزبوط بالشكل ده وبترجع. الله اكبر عليك. ايه الحلوة دي? ايه الحلوة دي? وبتفتح الخلفية تاني وبتنزل. طبعا هنا عندك افكتات كتير. طبعا ممكنك كمان تخلي يعني هتدوس هنا على بتطلع كده هتلاقي ان برضو في جلاس هنا في الشاشة ولكن انا مش حب قوي فاحنا لسه برضو الشكل ما اكتملش هنرجع كده وبعد كده هتروح هنا على البلور بتخلي البلور قليل. وبعد كده بتروح هنا على بتخليه هنا بالشكل ده. يعني بتخلي النقطة اللي عامنا زي المية دي بتخليها صغيرة. تطلع تاني. وبعد كده بتاحها او المكان بتاعها. فاحنا نخليه هنا ايه? تحت شوية لحد البصمة. قربت من البصمة يعني لقفلنا الجهاز كده فتحنا الجهاز هتلاقي ان هي عند البصمة بالزبط. وبعد ما نعمل الاعدادات دي كلها بنطلع من البرنامج وكده احنا مش محتاجينه خالص. نروح بقى على اهم خطوة وهي الودجت اللي بتتحط في الشاشة الرئاسية. هتدوس هنا على ملفاتي وبعد كده هتلاقي هنا في الدولود. هتلاقي هنا حاجة اسمها وودجت المخصصة كي وودجت. طبعا انا سميتها كده علشان برضو تعرفها عن الودجت اللي انا بنزلها في القناة. وبعد كده بتدوس عليها. وبعد كده بيقول لك هنا باسورد هتكتب هنا ركة بالشكل ده. وبعد كده استخراج. هتلاقي ان هو بيستخراج لك كل حاجة. وبعد كده هتسبت معي تطبيع اسمه التطبيع ده اخر اصدار. هتسبته وبعد كده هتروح للوجهة بتاعتك. وبعد كده هنروح نحض الودجت. هتدوس كده على شاشة الرئاسية وبعد كده بشكل ده. وبعد كده هتبعث عن الوودجت. اهو. الكي وودجت. وتحط اول وودجت وهي الكبيرة. طب شكل ده. وبعد كده هتوسحها وهتدوس عليها بالشكل ده. وهتدوس هنا على وبعد كده وهتروح على الفولدر اللي انت يعني استخرجته وبعد كده وبعد كده وبعد كده بتدوس هنا على وبعد كده بتختار اول واحدة وبعد كده وبتختارهم يعني بتحول تختار واحدة واحدة اهو بالشكل ده اهو وخلاص كده احنا اخترنا كل الوجهات اللي احنا عايزين نحطها في الشاشة الرأسية هتدوس على اول وجه وبعد كده بتدوس بتوافق هنا اوكي اوكي وهتدوس هنا على حفز ولو عايز تكبر في الوجه بتدوس عليها وبعد كده تاني وبعد كده بتدوس على تاني وبعد كده اللاير ولو عايز تكبره بتدوس هنا على خيار وبعد كده بتكبر بالشكل ده وبعد كده بتدوس هنا وبتطلع زي ما انت شايفة معلم هنا الودجت بالشكل الكبير ده وبعد كده بتدوس تاني على شاشة الرأسية الودجت وبعد كده بتبحث عن الودجت تاني وبتختار تلاتة في اتنين او اتنين في اتنين وبعد كده بتحطها على قد الودجت اللي هتختارها فما ينفعش تختار ودجت تكون صغيرة وهي كبيرة فاهمني لازم تختارها كده وتثبطها في النص وبتدوس عليها وبعد كده هتختار الودجت دي اهي الودجت دي همعلم وبعد كده حفظ وبتطلع وبكده هيكون شكل الودجت بتاعك وأحب أرد على الناس اللي كتبتلي في التعليقات في الفيديو اللي فات رح اشتريه لك ايفون بلا يا عم تخصيص بلا بتاعي انت عامل فيديو نص ساعة بيتكلم عن تخصيص انا هرد عليك بكلمة واحدة بس يا صديقي هل الايفون بيعرف يعمل كده؟ سبولي رأيكم في التعليقات واكتبولي ايه اكتر تخصيص حابين تشوفوه في الفيديوهات اللي جاية وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهاية الفيديو لو حابب انك تشوف فيديوهات جديدة في القناة فخليك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس لان تسعة وتسعين في المية من الناس اللي بتفرج عليها مش مشتركين في القناة فخليك مشترك ومفعل زر الجرس ودعمنا باللايك للفيديو ده واشوفو في فيديوهات جديدة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة